اشتركوا في القناة شيء أعظم من الخوف من الله والشعور بمحاسبة الله لك وسؤاله إياك فلو تذكرت أنك واقف بين يديه وقد عرضت سيئتك عليه وسئلت كيف اغتبت أخاك وقد نهاك ربك فمن تذكر واعتبر وتبصر ونظر فيما هو آي إليه من آخرته فإنه يزم نفسه بزمام التقوى ويحبس لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين والاشتغال بعيوبهم فلا أعرف شيئا يحول بين العبد وبين معصية الله أعظم بعد توفيق الله من ذكر الآخرة فهي التي توقذ الإنسان من غفلته وتردعه عن الاسترسال في شهوته فشهوة اللسان مصائبها عظيمة لأنها تنتهي بصاحبها إلى النيران قال يا رسول الله أو إنا مآخذون بما نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يقب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسمتهم تبتعد عن الغيبة حينما تتذكر أن الله سيسألك عن كل كلمة تقولها وأن الله سيسألك عن إخوانك المسلمين ماذا حفظت من حق الإسلام وأخوتهم هل حفظت أو ضيعت ويسألك الله عن آيات القرآن التي وعظك بها من فوق سبع سماوات ما الذي حفظت وضيعت الغيبة إثم عظيم يفتك في المجتمع يقطع عواصر الأخوة ويمزق شمل المسلمين ويعود الناس على احتقار بعضهم بعضا ويعوذ الناس على سوء ظن بعضهم ببعض مصادم لشرائع الإسلام التي تحرص كل الحرص على أن تكون بين المسلمين المحبة والمودة والتعظيم للحقوق والحرمات فتذكر آخرتك فإنها تردعك يا هذا إنك محاسب عن قولك ومحاسب عما تتكلم به خاصة إذا وقعت في أعراض إخوانك المسلمين الأمر الثاني أن تكون مسلما حقا المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه كل يوم إذا أصبحت تذكر أن لك إخوانا في الإسلام وأن أخوة الإسلام تناشدك أن تتق الله فيها هذا أخوك الطويل أو القصير أو الأبيض أو الأسود أو الذي يفعل أو الذي يقول هذا أخوك في الإسلام أعجزت أن تستره بستر الله هل أعجزت أن تستر إخوانك المسلمين فإذا رأيت فيهم عيبا ما تستطيع أن تستر أخاك المسلم هل تستطيع أن تلقى الله عز وجل يوم تلقاه وقد وصاك أن تستر إخوانك المسلمين فتلقاه وقد ضيعت هذه الوصية هذه وصية من الله عز وجل في كتابه وسنة النبيه لأن الله وصف المسلمين بأنهم متراحمون ومن الرحمة أن تستر أخاك ولا تفضحه فلما تأتي فتقول هذا فلان يفعل كذا فلان يقول كذا وفعلا هو قد قال وفعل فهذه غيبة عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس كم من إنسان عاب شخصا فابتلي بعيبه ونجى المعيب فالله يعافيه ويبتليك الحذر من الغيبة بالخوف من الله والخوف من الآخرة الحذر من الغيبة أن نتربى بأداب الإسلام فنتذكر أخوة الإسلام كثير من الناس يسلم وما أسلم إلا لسانه ما أسلم قلبه ولا أسلم الجوارحه ولا أسلم لله عز وجل حقيقة الإسلام فتذكر هذا الدين الذي أنت ملتزم به وهذا العقد بينك وبين الله عز وجل أن تحفظ حقوق إخانك المسلمين وأن لا تضيعه الغيبة بلاء عظيم ولذلك انظر الآن لو أن المسلمين لا يذكروا بعضهم بعضا إلا بخير لو وجدتهم يحبون بعضهم بعضا ويكرم بعضهم بعضا لكن بمجرد أن تنتشر بينهم الشائعات أو تذكر العيوب يأتي شخص ويقول فلان أحبه في الله لأنه من الصالحين أحسب أو كذا قال والله هذا أسود هذا فقير هذا ما عنده شيء هذا كذا وعندها إذا بذلك الأخ الذي يحب أخاه قد ضعفت أواصر المحبة في قلبه بسبب هذه الكلمة النابية ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله فكم من أناس ذكرت عيوبهم وهم أحب وأقرب إلى الله منك ولذلك عليك أن تتق الله عز وجل وأن لا تشتغل بعيوب الناس وكم من إنسان تنتقس في وظيفته وفي مسكنه وفي أهله وفي زوجته وفي عمله حتى في بعض الأحيان يلمز الرجل أخاه المسلم بسيارته يقول سيارة قديمة ويضحك بها ويتندر ويغتاب بها ويحقر بها أمام أبنائه وقرابته ويرى أن الأمر هذا شيء يسير لكنه عند الله عظيم فكم من قلوب جرحت ولكن المصيبة أن من جرح لا يعلم أنه جرح فؤادا يحبه هذا أخوك في الإسلام فالله الله في أخوة الإسلام الغيبة لا خير فيها ومن أهم ما ينبغي أن يعنى به أن نربي أبنائنا وبناتنا وننشئهم على تعظيم حرمات الله عز وجل وتعظيم حق المسلم يرجى لكل مسلم ربى أبنائه وبناته على حفظ حقوق المسلمين يرجى له كل خير وإذا كنت في بيتك تجلس مع أبنائك وبناتك تنتقص الناس بأجناسهم وألوانهم فوالله خبت وخاب قولك لأن ابنك سيتعلم ذلك وسيكون في ميزان سيئاتك والعياذ بالله تبدأ من البيت علاج الغيبة من البيت أن تبدأ الأم وأن يبدأ الأب وأن يبدأ كل موفق صالح بأن يغرس في قلب ابنه أن هناك حرمة عظيمة وهي حرمة الأخ المسلم فيصبح الابن ينطلق من البيت يحفظ حقوق المسلم جارا ويحفظ حقوق المسلم صديقا وأخا ويحفظ حقوق المسلم حتى ولو رآه يصلي فهو أخوه في الإسلام فمن ربى أبنائه وبناته على ذلك ولو أن المسلمين بدأوا من بيوتهم ولا نسأم ولا نمل ولا نضعف حتى ولو فسد الزمان ولو كثر الفساد فإنا أمة قوية بالله جل جلاله وكم من قليل نعمل من الصالحات قد يورثنا الله به الجنة وقد يورثنا به الدرجات العلا وأنت لا تدري ما الذي يدخلك الجنة من عمالك الصالحة فإن كان هناك الإنسان مبتلى بغيبة أو نميمة فعليه أن يعامل الله أن يتقرب إلى الله بتركه الوصية الأخيرة أن يحرص الإنسان كل الحرص على التنفير من هذا الداء فمتى ما وجدت أحدا يغتاب قل له أسكت واتق الله في نفسك وفي أعراض إخوانك المسلمين كان الشيخ الأمير رحمه الله يجلس في بعض المجالس فإذا ذكر أحد بسوء ربما قام فيقولون لماذا فيقول أنا لا أسمح لأحد أن يأخذ من حسناتي أنا بخيل بحسناتي لأنك إذا جلس في مجالس الغيبة ولم ترد عن عرض أخيك المسلم فأنت شذيك في الإثل وإذا كان المغتاب يطلق لسانه ولا يجد من ينهاه عن المنكر فقد ذهبت الخيرية في الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فمتى ما وجدت أحد يغتاب أخاك من المسلمين قل له اتق الله وإياك أن تغتاب أخي هذا أخي في الإسلام واحفظ لسانك نص الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يرزقنا الرشاد والسداد في القول والعمل إنه المرجو والأمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك علىنا ترجمة نانسي قنقر